السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أيها المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة احنا كتير ما بنشوف انه فيه بعض المشاكل اللي بتحصل بين الزوجين وإحنا لخطورة الموضوع دا ولخطورة موضوع المشاكل الزوجية حبينا ان احنا نتكلم في المشاكل الكتير جدا اللي بتحصل بين الطرفين ونحاول نحلها علشان نقلل من موضوع الطلاق موضوع المشاكل بين الطرفين كتير بيعمل خلل واسع جدا وفجوة كبيرة جدا بين الطرفين فعلشان كده انا حبيت ان انا اقف مع بعض النقاط المهمة اتكلمت قبل كده عن ازاي تعامل زوجك العصبي وبعدين الظهر ان كده ايه الجنس التاني بقى الرجالة بدأوا يغاروا فبدأوا يبعتوا قال الله فين نعامل الزوجة العصبية ازاي يعني هو الزوج لوحده بس العصبي ما الزوجة هي كمان عصبية طب قولي بقى لو انا زوجتي عصبية اتعامل معها ازاي الحلقة بتاعت النهاردة هشرح فيها بسرعة كده بعض فنون التعامل مع الزوجة العصبية ومحدش يقولي انك واخد الزاوية برضو من زاوية النظرة للمرأة او انك انت جاي معاها علينا ابدا والله غاية ما في الامر ان الاجتهادات اللي انا بعملها او المعلومات اللي انا بحاول ان انا اشرحها لنفسي ولكو بحاول من خلالها ان انا ابسط المشاكل دي واحاول اجيب لها حلول مقنعة وحلول واقعية علشان نبدأ نحل زوجتك عصبية تتعامل معاك بعصبية باستمرار وانت عايز تشوف تتعامل معها ازاي هل تطلق ابدا ما حد تشقول الكلام ده طيب تعال مع بعض كده فيه نقاط مهمة ننجعها مع بعض علشان نشوف نعامل الزوجة العصبية ازاي اول حاجة خالص يا اخي الله يرضى عندك ويبارك فيك ويحفظك ويشرح صدرك عصبية الزوجة بتكون غصبا عنها ليه اعباء الحياة كتيرة جدا المسئوليات بدأت توسع جدا عليها الحمل بدأ يتقل على الزوجة واول المسئوليات اللي على اكتاف الزوجة حضرتك فلابد انك تنظر الى عصبية الزوجة من زوية ان الاعباء اللي عليها الحمل اللي عليها تقل فبدأت تنفس عن ان هي في مشاكل بتصدفها وبتوجهها في الحياة ومن اهم الامور اللي انا لازم اخلي بالي منها انه من الضغوط اللي عليها انا كزوج بقى مارس ضغطي شديد جدا على الزوجة فعايزك الاول كده العنوان الرئيسي النهاردة تعرف ان عصبيتها ناتجة عن العبء اللي عليها واحد ممكن يرد علي ويقول لي مفيش اولاد يا سيدنا دي عصبية من اول لحظة زواج من اول ما دخلنا كده مع بعض وبقينا في عش الزوجية وهات بقى من الايه من المتاق امنائي شفت عصبية ما شفتهاش في حياتي الحل فيها ايه لانا عملت ضغوط عليها ولا عندنا اولاد وده احنا لسه الصفحة بيضة لسه ما كتبناش فيها حاجة خالص اوه عصبيتها دي ليه قد تكون هذه العصبية بسبب سوء تربية عندها في البيت البيت عندها باباها مثلا ومامتها محلموهاش تتعامل ازاي قد يكون باباها عصبي فهي ويرسة ده منه قد تكون مامتها عصبية فهي ويرسة ده منها فانت هترد تقول لي وانا علي من ده بايه انا هجيبه لنفسي ليه لو كان الطلاق هو الحل كان ناس كتير جدا ارتاح بس مش ده الحل الحل فين بقى خد عندك يا سيدي يبقى انا خدت اول حاجة وبدأت اتناقش معك فيها تاني حاجة لو هي كده فعلا سواء كان حبلها تقيل او هي جاية بمشكلة في التربية او بمشكلة وراثية عندها جاية لك جهزة يعني عصبية جهزة هتعمل انت ايه لما تلاقيها في حال العصبية هي مش عصبية 24 ساعة هي ممكن تتعصب على موقف معين ممكن يكون حوار بسيط جدا مشكلة بسيطة جدا هذه المشكلة لا تقتضي العصبية اللي هي فيها انت تتصرف ازاي لما هي تكون عصبية انا زي ما قلتلك هي مش عصبية 24 ساعة هي عصبية في وقت معين قد تكون فهمة موقف معين فهم خاطئ فعمل عندها عصبية انت بقى في حال فهمها للموقف الخاطئ او في حال عصبيتها ما تحاولش انك انت تديها اوامر ما تدهاش اوامر على سبيل ان ده امر مباشر في وقت العصبية لا استبدل الالفاظ اللي يفهم منها ان انت هترد على العصبية بعصبية زيها بالفاظ حلوة او حتى يا اخي بالفاظ لينة او حتى يا اخي بالفاظ طيبة ليه لانه لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه لو هي عصبية وانت تعصدت هي هترد العصبية بعصبية فانت هترد بعصبية اعلى فهي هترد هي كمان فهترد قصد بعض فهتتعصبه قصد بعض فهتحصل المشاكل لكن بالله عليك لو هي تعصبت وانت قلت كلمة طيبة من شأن الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة اللي انت قلتها في ساعة العصبية ان الحوار يطفى عليه جو من الهدوء والتفاهم وهو ده اللي احنا عايزينه يبقى اول حاجة خالص لو زوجتك عصبية قد تكون العصبية فيها بسبب الحمل التقيل اللي هي شايلها وانت اول حملة عليها عشان نكون واضحينه ونكون صرحة فاعرف كويس جدا ان عصبيتها بسبب اللي هي شايفاه او بسبب المشاكل او بسبب الضغوط في البيت الاولاد حضرتك والاولاد والمشاكل والاكل والشرب والتعليم والدروس والبتاع والصحة والحاجات دي كلها على دماغها فلازم يبقى فيه رد فعل قد تكون هي في البداية خالص عصبية بسبب مشكلة عندها في البيت عند بابها وممتها فانت تتعامل معها ازاي قلنا اول حاجة خالص انك انت تعرف ان الحمل ممكن يبقى تقيل عليها او لو ما فيش حمل عليها وهي عصبية فعلا انت ما تردش العصبية بعصبية رد العصبية يا سيدي بكلمة طيبة ماشي ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن هي دي مش اياه في القرآن هو احنا بس ممكن نقراها ونحطها يفطح حلوة كده على الحيط او نسمعها لبعض كده في الصلاة واخدها لك او نرجعها كده في رمضان وكل سنة وانتو طيبين وخلاص وشكرا ويبقى كده المسألة انتهت ابدا الله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ماشي طيب يبقى ده تاني حاجة من الحاجات اللي بتعلمك في نون التعامل مع الزوجة العصبية تالت حاجة زوجتي عصبية اتصرف ازاي استحسان ما تقوم به من امور وواجبات منزلية زي ايه زي طبخة حلوة مش من حقها يااخي تسمع كلمة الله يبقى ايه الجمال ده والحلى والله اكلك النهاردة زي الفل تشكرين جزاك الله وغيرا تسلم ايدك ربنا ما يحرمنا منك الكلام ده من شأنه انه هو يخليها تستعذب الصعاب وانه هي تستسهل الامور الصعبة وتعملها ويديها كمان ثقة في نفسها ويعيشها في جو طيب يبقى بينت الناس اللي عندك دي بقالها سنة بقالها تنين بقالها عشرة بقالها عشرين بتشتغل وفي الاخر ما تسمعش كلمة حلوة منك ليه ما تسمعش كلمة طيبة ليه من حقها ان هي تسمع كلمة حلوة وكلمة طيبة فانت عليك انك تستحسن الافعال والواجبات اللي هي بتقوم بها تربية اولاد اكل شرب لبس كاي ملابس كأن تقبل يدها وتشكرها وتدعو لها وتسمعها كلمة طيبة على الفعل اللي هي عملته شكلنا كده معنا اتصال امال سلام عليكم فضلي امال انت على الهو فضلي امال انت على الهو حضرتك انا انا ظلمت في حياتي كتير ماشي يعني انا كنت متزوجة ومعي ولدين وقت التلفزيون واسمعيني من التلفون بلاش تسمعيني من التلفزيون ماشي حضرتك انا كنت متزوجة ومعي ولدين وحصلت مشاكل وانفصلت عن دوبي كان معي ولد واحد وانفصلت عن دوبي بعد كده اتكتب كتابي على واحد تاني بعد كده ما حصلش نصيب ما حصلش نصيب وما حصلش نصيب ولمكالمة تقطعت معلش املا انا اسف ارجعت تصلت تاني اه خدنا تالت حاجة استحسان ما تقوم به من واجبات منزلية بكلمات رقيقة وطيبة على الافعال اللي بتقوم بيها كوت لك الهدوم بتاعتك طبخت لك طبخة حلوة رتبت لك البيت ترتيب كويس شكورها يا اخي يا اخي شكورها يا اخي يا اخي ده لو واحد لو حد في الشارع انت ما تعرفوش لو حد انا ما عرفوش خلص في الشارع قابلني واسدى الي معروف معروف بقوله شكرا شكرا من اسدى اليكم معروفا ده كلام النبي من اسدى عليه الصلاة والسلام من اسدى اليكم معروفا فكافئوه كافئوه يا اخي يا اخي كافئها الله يرضى عنك علشان ده بيقلل من حدة التوتر بعد كده بينك وبينك معنا اتصال يا امم احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا امم احمد يا دكتور السلام عليكم تفضلي تفضلي عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور الحمد لله يا امم احمد ارجو ارجو يا دكتور ان نتسع قلبك لهذه المشكلة عشان انا في مشكلة عويصة لو سمحت تفضلي اتفضلي. اتكلمي على طول انا سايب لك الوقت اتكلم اتفضلي. انا ابني اه ايا دكتور. انا سايبك تتكلم براحتك تتكلمي على طول انا ابني طرادني من البيت. انشان اللي فاتت هو رمضان اللي فات. واغتصب ارضي بالقوة الجابرية. هو واخواته. وقال لنا عملت كده علشان ازلك. وسحب على طبانجة. وبضرب على كتف يقول احان علج زابط. كان يطلع علي الصبح في رمضان اللي فات يا دكتور من تحت التكييف الساة احداشر وانا مرميه في الشارع. وبعدين الارض ما فيش ولا واحد معهم مع ورقة بيضة يعني الارض ملكي. وبعدين اقسم لك بالله اني عاكش مرمي في الشارع من السنة اللي فاتت لهذا الوقت ده يا دكتور. وبعدين انا ما عنديش سكن. ولا اي مورز رزي عايش منه. من ذلك اريد استرجاع ربي اللي التي استولى عليه ارضي. وانا ما ليش حد غير ربنا والدهم موجود. ولكن لا يصف عليهم موجود معاهم. وطلع عمره حيجاعد حياته ولا يتجوز ويطلق وما لوش اي دور معنا في الحياة. كربية الاولاد ولا في الحياة معنا ابدا ابلا. عشان كده الست ما فيش حد بيحمي هذا الجوثة لكن للأسف الشديد يا يا دكتور. بهدلني 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 وما ليش حد يعمل له حساب. وبعدين يا دكتور. بعدين. عملت عملت عملية عملت عملت عملية عملت مرتين عملية في عناية مدنيش ولا ملين. ومعاك الوصف البصمة معاك الوصف البريد. اقسم لك بالله حج الجطرة اللي قال للدكتور هاتيها. قال لي لو اعرف الدكتور لك هتفالك اروح بهدل عشان القبره بثمانين جينية يا دكتور. طيب انا هخترع عليك يا امو احمد اقتراح ممكن يا هوايدا تاخد رقم امو احمد. لانه واضح الموضوع فيه تفاصيل اعمق. فممكن بعد الهواء او تحت الهواء نتفاهم في الموضوع ده ابطاليا ريت الشباب تاخد رقم امو احمد. انا اسف امو احمد ان انا مش يعني يعني موضوعك صعب جدا ان انا اتناقش فيه على الهواء باستفادة. خلينا نتكلم تحت الهواء في الموضوع ده ان شاء الله بعد الحلقة. يبقى احنا اخدنا تلات حاجات دي مهمة جدا فيه فنون التعامل مع الزوجة العصبية. اول حاجة خالص قلت انه العصبية بتاعتها ما بتكونش الا بسبب الاعباء التقيلة اللي عليها. وانا اول سبب من اسباب الاعباء التقيلة اللي على الزوجة من خلال انفعالها ومن خلال عصبيتها لانه متطلبات الدنيا كتير جدا. تاني حاجة انه في ساعة العصبية حاول انك انت متردش الالفاظ العصبية بالفاظ زيها. يعني الكلام بيسبب العصبية ما تردش عليه بكلام يسبب العصبية هو كمان. لا انت رد عليها بكلام طيب وكلام لين لانه الكلام الطيب والكلام اللين هيدي جو حلو بينك وبينها وهيساعد على التفاهم والحوار بينك وبينها وهيساعد على تقليل حدة العصبية اللي هي فيها. تلات حاجة انه استحسن يعني اي حاجة تقوم بيها في البيت شكرها عليها. استحسنها انت يعني اقول لها كويس ما شاء الله حاجة حلوة. واكلك النهار ده زي الفل وترتيبك للبيت ونضفتك للبيت حاجة زي الفل. ولما تعمل اي حاجة كويسة اشكرها عليها. وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا من اسدى اليكم معروفا فكافئوك واتلك هدومك عملتلك اكلتك رتبتلك بيتك ربطلك اولادك اشكرها على هذه الاشياء واسمعها كلمة طيب اللي لان الكلام الطيب ده له مفعول السحر على زوجتك في امتصاص غضبها وزعلها وتهديق الاجواء ولوه مفعول السحر في اطفاء الحب بينك وبينها. انما لو انت زعلتها انت بتشيل الحب من قلبها. انت بتخليها فوادي وانت فوادي. انت بتحط بينك وبينها حواجز من حديد وخرصان واسمنته ويعني حاجة صعبة جدا. رابح حاجة افتح معها مجال للحوار يا اخي. يا عمي اللي بتقول انا زوجتي عصبية. افتح معها مجال اتكلم معها. اتحور معها. افهم منها ايه المشاكل بتاعة التربية بتاعة الولاد. ايه مشاكل البيت. اتحور معها. اشركها معاك. اشركها معاك في مشاكل البيت. اشركها معاك في القرارات. ولو حتى اشركها اشرك معناوي اخي. لكن اتكلم معاها. ما تخليهاش كرسي في البيت. ما تخليهاش ملهاش لازمة. لا. اشركها معاك في البيت. علشان هي تقدر تفهم ان هي لها كينونة. ولها كيان. ولها قرار معاك في البيت. انت لما تشركها معاك في البيت. بتحسسها ان هي صاحبة قرار. وصاحبة مكان. لكن لما بتعيش انت الواحدة. ما بتشركهاش في اي حاجة مرتبطة بالبيت. ما هي لازم تدايق. ولازم تزعل. ولازم تنفس عن الضيق والزعل ده بالعصبية. فيبقى انت سبب من اسباب العصبية بالشكل ده. معنا اتصال. نعمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي الله يشتعيذك اهل النساء. عملي يا شيخ. الحمد لله يا نعمة. حضرتك كنت عايز اسألك بس كده سؤال ايه رد ان انا اتجوز من غير بشاور اهلي. يعني من غير اهلي يعرفه. نعمة عندك كم سنة. فانا عايز اتجوز انا جزء متوفي ليه تسع شهور. ماشا. فانا مش عايز اتجوز كده انا عايز اتجوز هم مش راضيين. فانا خايف اعمل حاجة هم يزعلوا منك. طيب انت عندك انت عندك كم سنة دلوقتي عندك اولاد. اه معي اتنين واقعدة ببيت واحدة. وهم البلد وانا البلد. طيب الشخص اللي متقدم للزواج منك مناسب لك. في كتير في كتير في كتير يناسبني بس هم مش عايزين مش رافضين. ايه سبب الرافض. سبب الرافض بيقوله انك انت مفردت وقادي على عيالك وتربيها. فانا بتقي يعني مثلا مش عايز اعمشي في حاجة وخشى لو سمح الله. حاضر يا نعمة جاوبك اسمعين. حاجة تاني. شكرا يا نعمة. خدنا اربع اسباب من فنون التعامل مع الزوجة العصبية. ارجع عيد تاني اول حاجة خالص الاعباء اللي عليها تقيلة وانت اول عبق عليها. فخلي بالك ان عصبيتها بتكون بسبب الاعباء اللي عليها. تاني حاجة لما تكون عصبية. وتكون متضايق او زعلانة. رد يا اخي بكلمة حلوة. ما تردش بكلام يعصب يا ابن الناس الله يرضى عليك. قول كلمة حلوة يا اخي. الكلمة الطيبة صدقة. قل خيرا او يصمت. مش ده كلام مش ده وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. استحسن اللي هي بتعمله في البيت من خدمة وواجبات بتقوم بيها زي الاكل والشرب واللبس وترتيب البيت وتربية الولاد. اشكرها يا اخي. ربح حاجة شاورها في امور البيت يا ابن الناس. شاورها في تربية ولادك في مشاكل البيت في امور الحياة. شاورها كده. حسسها بان هي عايشة معاك وانت عايش معاها. حسسها ان هي صاحبة قرار. حسسها ان هي صاحبة مكانة كبيرة عندك. ده بيديها ثقة في نفسها. بيخلي العصابي اللي عندها تهدى يا ابن الناس. انما هتنعزل عنها. حد مني هتولع. وهتتعصب اكتر واكتر. خامس حاجة. اعمل وقت لك ولها للترفيه. بعيدا عن الولاد. خدها وفسحها انت لوحدك. انت وهي بس. ما تاخدش الولاد معاك في الفسحة دي. ليه؟ لانه هي محتاجة تحس بان برضو لها كوم كبير فيك. ما تخرجش الولاد في الفسحة دي. ايا كانت الفسحة دي ساعتين تلاتة اربعة يوم بتاع. حسب ظروف بيتك وظروف اولادك وظروف شغلك. حدد وقتا ولو مرة في الشهر. للترفيه عن زوجتك واستحبها بمفردها دون الاولاد. مرة واحدة ياخي على الاقل في الشهر. ده يحسسها برضو ان هي يعني ان هي ما دبلتش ان انت ما كالتهاش لحمه رامتها عضي. يا ابن الناس الله يرضى عنك. معنا اتصال. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الفضال يا رشا. ايوة ايوة يا دكتور. سلام عليكم. عليكم السلام. انا عندي مشكلة جبيرة جدا وانا مش بتصل عشان خطر مشكلتي. انا بتصل عشان ننصح كل ستة عادة تسمع دلوقتي. فضال يا رشا. انا ستة عصبية وجلدي غصبي اكتر مني. اه. برد النظر عن ظروف الحياة اه. انا واقع في مشكلة ان انا متطلقة مرة. واثنين. وثلاثة. وراحنا اضر الافقة. لا ارجوك يا رشا اوعد كل خط فصل. ها. ايا شباب. الخط فصل. انا نفسي مش عارف الخط فصل ولا الا ان انا معيش دلوقتي خالص. طيب يا رشا حاولي تاني اتكلمين. معلش انا اسف. انا كان نفسي اسمع الورا بس اللي بعد كده يا رشا والله. حاولي يتكلمين. يا رشا ما عندناش اظهار لو كان عندنا والله اظهار كنت خليتهم يتصلوا بيك. لكن ما فيش اظهار عندهم فهمش عارفين الرقم. مش يعارفوا يجيبوا الرقم. خمس حاجات قلتهم. بسرعة اقولهم تاني عشان فضل حاجة واحدة عشان ابدأ اجاوب في الاسئلة اللي جات في الحلقة والاسئلة اللي جات على الصفحة. اول حاجة خالص انه العصبية بتاعت بنت الناس اللي معاك يا ابن الناس الطيبين قد تكون بسبب اعباء الحياة ومشاكل الحياة وتسع دايرة الهموم اللي بتكتر عليها والولاد وحضرتك والحاجات دي كلها. تاني حاجة ان زوجتك لما تكون عصبية ما تقولش اوامر. قول كلمة حلوة يا اخي في وقت العصبية. تالت حاجة استحسن ما تقوم به الزوجة من واجبات منزلية. اما تعمل حاجة حلوة اشكرها عليها الله يرضى عنك ويبرك فيك. ربح حاجة يا ابن الناس الطيبين شاركها في البيت شاركها في الامور بتاعت البيت. سياسة البيت. مشاكل البيت. امور تربية الولاد. مدارس. اشركها معاك. واخد بالك انتو الاثنين مشتركين مع بعض. تقوم هي تاخد ثقة في نفسها لما تعمل الحاجات دي. افتح معها مجال للحوار. ما تقفلش الحوار. خصص وقتا للترفيه. ولو مرة في الشهر استحب فيه زوجتك بمفردها بعيدا عن الاولاد. لانه دا بيدي مفعول ومفعول كويس جدا في هدوء النفسية بتاعتها وبيخليها بيقلل من العصبية. سادس حاجة وهي اخر وصية في ازاي تعامل زوجتك العصبية. اثبتت الدراسات ان الزوجة العصبية صاحبة قلب ابيض. يعني دا عيب. العصبية عيب. بس فيه ميزة من اجمل الميزات. اوعد بص على النص الفاضي في الكوباية. كل ما تكون هي عصبية والله العصبية اللي عندها بتقول ان هي ستة طيبة جدا. واحنيينة جدا. وطيوبة خالص. ومسكينة. وقلبها ابيض. وما بتشلش. ومش ستة غلوية. ومش ستة في قلبها حقد. لا. دي على طول هنقول في قلبها على لسانها. زي احنا بيرقول كده بالبلد كده. فعلشان كده اعرف ان العيب دا معاه ميزة حلوة جدا. استغل الميزة وما تكبرش العيب. الله يرضى عنك ويبارك لنا ولكم ويحفظنا وياكم. اول سؤال امال هي بتقول اه انا مش فاكر السؤال الا انه هي اه تقريبا انفصلت. وبعدين جانا سؤال امو احمد اه 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 مشكلة امو احمد مشكلة خطيرة جدا انه في مشاكل بينها وبين زوجها والمشاكل تطورت في الأولاد سيطروا على الأرض وطردوها بر البيت هقول فين حقوق الله عز وجل فين ما يرضي الله عز وجل فين خفنا من الله عز وجل فين وصينا الإنسان بوالديه فين من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فين الحاجات دي كلها فين إن العاق لوالديه افعل ما تشاء وأنت عاق فأنت في النار العاق لا يرى خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة العقوق جريمة وكبيرة من الكبائر وقال الله وإياكم منها نعمة وصيتي لك يا نعمة الأول قبل ما وصيك هي الزوجة المطلقة أو الزوجة الأرملة بعد ما طلقت أو بعد ما ترملت مش من حقها تتجوز هنحجر عليها ليه يعني لو جدت تمشي في طريق الحلال نقول لها لا ويكون أخف علينا أن إحنا لمش شايف الحرام ده إيه الانتكاسة اللي إحنا فيها دي ده إيه الانحراف الضال والعقول اللي بعيدة عن وحي ربنا بشكل يغيظ يعني بنت الناس لما تجيلك وتقول لك أنا عايزة تجوز تقول لها لا ولما تقول أنا عايزة أمشي في الحرام يبقى ده بالنسبة لكو حلو ده مش حجة ستات عشان أي واحدة تيمشي غلط لا بص يا نعمة شوف على الهوى يا بنتي انت قدم لك رجل كف إلكي كف إلكي وهيتق الله فيك ويخاف من ربنا وأهلك رفضوا ورفضهم غير مقبول ورفضهم فيه تعنت ما تسمعيش لهم ويجوز لك الزواج أنا هرجع أكمل معاك في الإجابة على سؤالك لأنه سؤالك خطير جدا بس خليكم معايا هناخد فاصل وبعدين أرجع أكمل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله خلوني نرجع لسؤال نعمة يا نعمة بص يا نعم اللي انت قلتيه صعب يعني انت قلتيه خطير واللي انت قلتيه لمن يعي ويفهم يركز أوي في الكلام ده الزوجة المطلقة أو الأرمالة من حق أنها تتجاوز تاني بشرط إن الزواج التاني يكون في محله اختيارها يكون صحيح والراجل المتقدم للزواج مين هيكون كفء له الشريعة الإسلامية بتدي طبعا الحق للوكيل إنه هو يعترض أو ما يعتريدش بشرط إنه اعتراض يكون اعتراض مبرر فلو اعترض الوكيل الولي يعني والدك مثلا اعترض قالك يا بنتي قعودي على عيالك ربهم وخلاص وعيش كده وخلاص وينسي بقى فنقوم نقول له أخي هي حجر ولا بني آدم انت بتعترض ليه كده هو كده كده مش مالوش لازم أنها هتتجاوز وتنكشف على راجل يا عم ده هتتجاوز هي هتعمل حاجة غلط هتتجاوز هو أنا معنديش هلا كده الشريعة الإسلامية بتسلب الحق اللي اداته للوكيل وتقول له احنا متشكرين يلا مع السلامة بيسقط حقك في إنك وكيل لأنه أنت بتمنع بنت الناس دي عن إن هي تاخد حقها اللي ربنا ادهوا لها فإذا اعترض الولي يا بنت الناس أو اعترض أهلك وكان اعترضهم غيرهم بس أنا لمست في كلامك حاجة يا نعمة وأنا يا بنتي يعني عايزك تهدي شوي أنا لمست إنك منفعلة شوي أو إنك متسردعة شوي أنا أنصحك على الهوى ما تتسرعيش في زواجيك التاني اعمليه بس التسرع والاختيار الغلط أنا آسف يا نعمة هيلبسك في الحين اوعي تتسرعي و اوعي بحجة إن أهلك رفضين زواج من شخص معين أو رفضين الفكرة إن رفضهم دي خليك تعملي حاجة بتسرع فنجني ثمار سيئة بعد كده و نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان لا أنا أنصحك بعدم التسرع و التريس و اختيار شخص مناسب مناسب و اوعي يا بنتي تحكمي بقلبك بس احكمي بقلبك و عقلك خلي بالك ما لقيت الحب يا بنتي عمية زي ما بنقول في الحكم عند العرب بالقدماء كانوا بيقولوا الحب يعمي و يصم يعني ايه الحب بيعمي و يصم اهي كده مفهومة اهي بلده الحب يعمي و يصم يعمي العين ما يخليكيش تشوفي العيوب و يصم مهما حد يقولك يا بنتي الناس ده فيه عيوب تقولي لأ ده حسن حد في الدنيا و ما تسمعيش كلام حد لحد ما تتخبطي وتقولي أنا كنت نايمة ولا إيه اللي خلاني أعمل كده فعشان كده يا نعم التسرع و الاختيار الخاطئ يا بنتي هيخليكي ترجعي تندمي ولا تحين مناص مش حينفعك الندم فما تتسرعيش و ما تخديش رفض اهلك لزواجك حج انك تعملي قرار انت تندمي عليه بعد كده نحي جانبا رفض اهلك لموضوع زواجك رفضهم لموضوع زواجك تاني غلط بس اوعي تعملي انت كمان غلط زي غلطهم بالزبط او افدح او اكبر لان انت اللي هتدفع التمن فلابد ان يكون اختيارك التاني اختيار كويس جدا شخص مناسب جدا شخص مكافئ لك وان فعلتي فاخدي برأيي السادة الاحناف ان الست ممكن تتزوج من غير ولي وفي حالتك دي الزواج مفهوش مشكلة معنا اتصال سلام عليكم تفضلي يا هيبة عليكم السلام معلش انا قاسب يهب ارجع اتصالي تاني طبعا في اسئلة جات على الصفحة منها سؤال السلام عليكم انا كاتب كتابي وفرحي في شهر سبعة وحلفت على زوجتي بعدم السفر الى مش هقول اسم البلد بطلاق قلت منت يعني لو رحت المكان تبقي طالق وهي نفسها تسافر وانا مش قادر اسفرها عشان الحلفان رغم انها عصبتني جامد هل طلاقي يقع رغم اني لم ادخل بها ارجو الرد والافادة علشان تعبان جامد انا نفسي كده ازبطك كده بعبرتنا صحيك انت لسه ما دخلتش وعملي فيها شمشون وروح تمديها يا من طلاق الطلاق على الزوجة المعقود بيها غير المدخول بيها لو وقع بيقع في نفس اللحظة ما فيش عدة بتابين منه في نفس اللحظة الزوجة غير المدخول بيها زي الحالة اللي معايا دي كده لو كان الطلاق ده طلاق صريح صحيح وكت في كامل كواق العقلية يا بني كانش فيه عائق يخلي الطلاق مش صحيح الطلاق بيقع لكن انا انصحك بالآتي يا بني انصحك انك تدخل على دار الافتاء المصرية قدامك حلم لتني يتيجي انت بنفسك القاهرة وتخش دار الافتاء تخش الاحد العلماء اللي هناك اللي بيستقبلوا الناس ويسمعوا الفتاوى بيسمعوا الاسئلة ويردوا عليها خش اعرض سؤالك يا بني بالضبط لانه برضو انت كلامك ايه قاصر قاصر فيين انت بتقول رغم انها عصبتني جامد انا مش عارف ايه نوع العصبية اللي انت كنت فيها ساعة محلفت ماشي فده بالنسبة لي مجهولة في السؤال بتاعك مش واضح هل انت كنت عصبي لدرجة ان انت منتش فاهم انت بتقول ايه لانه الطلاق في حال العصبية لا يقع انت اللي تفيدني في الحتادي مش اي حد تاني الحاجة التانية انت حلفت عليها قلتلها ايه قلت عليها الطلاق ما انت رايح البلد الفلاني ولا قلتلها لو رحت المكان بتبقي طالق انت قلت ما قلتش في السؤال برضو فهو بالنسبة لي مجهول هل الطلاق على المعقود عليها غير ما تخل بها يقع اه لو كان طلاق صريح صحيح واضح كده مع هدوء كده ويقع تعبان جامد انت اللي تعبت نفسك يا من الناس الطيبين لانك انت اللي حلفت يا من الطلاق ما تعودش نفس استسني من قموس حياتك اللفظ ده انت لسي ما دخلتش بتعليب الطلاق وما لما تخش وما لما تتجوز وتشوف بقى الحياة بقى على أصولها بقى هتعمل ايه مش هتقعد معك يومين هدل اللعبة شوية يا ابن الله يسلح حلنا وحالك سؤال تاني انا نونة بعت بتقول السلام عليكم فضلك الشيخ انا جوزي عصبي جدا سريع الخلط مش عارفة اعمله ايه حاولت معاه بجميع الطرق هو اللي فيه طابع مش عارفة غيره هو طيب جدا وحنين بس العصبية نفسي يبطلها يا ريت يا شيخ تقول لي حل كويس اتعامل به لأنا تعبت قوي ارجو الرد يا نونة الله يرضى عنك انا شرحت حلقة قبل كده انت تعامل جوزك العصب ازاي الحلقة دي انت ممكن تخشي على صفحتي على الفيس دلوقتي حالة هتلاقي الشباب او حد من الناس اللي معايا او الاستيزة رانيا هتحطها دلوقتي حالة ازاي تعامل جوزك العصبي بدل مشرح تاني واضيع وقت في الحد تادي ولو دخلتي على الصفحة عندنا يا هويدة انت ممكن تحطي الحلقة عندنا على الصفحة ممكن هويدة انت نزلتها اساسا تمام تمام هي الحلقة هويدة نزلت فاطمة بعت بتقول السلام عليكم ينفع صوم الايام دي بنية ان ربنا يفرجها علي في امر معين ويستجيب لدعائي بص يا فاطمة صومي بنيتنا ربنا يفرج عنك قضية ان يستجيب دعائك ما تحدديش لان انت مش عارفة ان استجابة الدعاء فيها مصلحة لك يعني لو انا بقول يا رب اشتغل الشغلان الفلاني يا رب اتجوز فلانا يا رب اتجوز فلانا وهلاك الشخص في الحاجة دي فربنا يمنعها عنه فانت ادعي ربنا يختار لك الصالح وادعي ربنا يفرج عنك لكن ما تحدديش حاجة بعينها لان احنا مش عارفين الخير فين الله يقول وادعو الانسان وبالشري دعاء وبالخير صومي بنيتنا ربنا يفرج عنك كربك طبعا ده لكي وصناعه المعروف تقي مصارع السوء معنا اتصال يا شيرين سلام عليكم والله يا دكتور ازايك اتفضلي الله يسعدك والله عندي مشكلة والله واحد اتقدم لي بنتي هي تحبه وهي عايزة ولكن هو كان في عقل الزواج قبل ما يتزوب وظهر انه ما عقيم ما يخلفش وعنده المكان اللي فيه الحيوانات المنوية متشال كان عنده ورم قبل كده ومتشال ما يخلف فانا مش راضي عن هزا الزواج وبنتي زعلانة مني ما تكلمني شو ابوها محتاج مش عارف يامل فيه لكن يعني هل فيه زواج بدون اطفال وهل المرض ده ممكن يكون جايب حاجة تانية غير كده في النهولة بشيء ما نعرف وده جواز وانا ام من حقي ان انا ازعل وانا زعلانة وفيه حصر وفيه هم وفيه خلق وانا متمسكة به ويا ما ينفع ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه جواز بدون اطفال ما فيه جواز بدون طريقة دي والله ما اعرف اعمل ايه اللي خليك تقول لي اعمل ايه انا عايز رأيك انتا رأيك انتا حاضر حاضر انا اجيبكي حاضر ارجع لسؤال فاطمة بتقول السؤال التاني واحدة صاحبتي مش بتعاني من اي اعراض لما بتسمع الرقية الشرعية بس المشكلة انه ما فيهش اي موضوع بيتم يا اما الرفض من الطرفين يا اما الامور غير ميسرة ومعقدة جدا يبقى المشكلة فين يا فضل الشيء المشكلة انها مستعجلة ايه المشكلة فين مستعجلة لسه ما جايش يا بنتي نصبها لسه نصبها ما جايش بيتقدمه ما بيتمش يا بترفض من هنا يا بترفض من هنا ما فيش مشكلة هالحاجة لسه ما جايش لسه ابن الحلال اللي ربنا كاتب لك عيش معاه او كاتب له عيش معاك لسه ما جايش لسه لما يأتي الفرج هتيسر الامور كلها هويدة بتقول لي هل فيه دعاء اه دي سؤال بينطرح هويدة بتقول لي السؤال ده بينطرح فيه دعاء اه الدعاء ده اجتهاد لقال العلم مش منصوص عليه لكن هو اجتهاد واستنباط اول حاجة خالص يا بنتي انا اوصيكي بالاستغفار اوصيكي بايه بالاستغفار كثرة الاستغفار ليه فيها فرج لقول الله على لسان سيدنا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان عفار يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار دي حاجة حاجة تانية قصة سيدنا موسى بقى ده الدعاء الصريح بقى قصة سيدنا موسى لما خرج من بلده وتوجه تلقاء مدين فدعى دعاء كذا ايه بسيط جدا فلما تولى الى الظل قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي اني لما انزلت الي من خير فقير هذا الدعاء قال بعض اهل العلم بانه ده اجتهاد من اهل العلم يا اخوانا عشان محدش يرد علينا قالوا انه الدعاء ده دعاء تيسير الزواج ليه لانه سيدنا موسى لما دعى بهذا الدعاء ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احدهما تمشي على استحياء بعدها مباشرة وبعدين حصل ان البنت قالت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا و الى اخر القصة فلما جاء وقص عليه القصة قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احدهما يا ابا تستأجره يعني ممكن بتقوله ممكن تجوز واحدة فينا فده دعاء تيسير الزواج ربي اني لما انزلت الي من خير فقير السؤال التالت لفاطمة بتقول انا كنت حفظة بس دلوقتي نسيته فهل عليها ذنب طبعا عليك ذنب حولي يا فاطمة انك ترجعي تاني يا فاطمة ربنا يثبت القرآن في قلوبنا جميعا يا رب معانا اتصال سلام عليكم عليكم خلال فضلي لو فمست انا قفتي مرشة المشاكل ما بينها ما بين جزها ما بتحكيش لحد فحقرت المشكلة ما بينها ما بين جزها فهو حلف عليها يمين اهلك ولا يبعطيليك فلوس ولا يبعطيليك حاجة يعني هي حالها على قد فحنا بنساعدها مجلسة 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 شهرية فهو حلف عليها اليمين دوان الله تحرمي علي لو اهلك اعطيك حاجة وبعطيليك حاجة فحنا طبعا ما قلش نعرف في مشكلة زي كده فبعتمها فانحنا عايزين نعرف كفرت يمين وإيه أو الوزر اللي عليه وكفرت فيه ازاي وكفرتها هي سمعاني كويس زوجها لما قالها تحرمي علي كان يقصد ايه بالكلمة دي يا أمل اسمعيني مستعجلة لما زوجها قالها تحرمي علي كان يقصد ايه كانت فيه مشاكل على المتريف بس فهو قالها تحرمي علي لو أهلك بخلق حاجة لدي انت سمعت سؤالي يا أمل تسمعت سؤالي أنا تحرمي علي زي أمي وأختي أب بس خلاص لو والدت دخلت علي كده كده سؤالك كده سؤالك اختلف عن السؤال الأول أنت قلت في أول السؤال قلت هو اللي هتحرمي علي وبس لكن تاني قلت تحرمي علي زي أمي وأختي أرجو توضيح السؤال يا بنتي عمتا هو بالنص يعني أو هي زي ما قلت لنا يعني اللي تحرمي علي زي أمي وأختي لو أهلك بعتلنا حاجة فقالت له خلاص من حقك فخلاص تحرمي علي زي أمي وأختي لو هم يدولك فلوس اسمعيني بقى يا أمل خلاص كده كده هو خلص الليلة كده خلص أنا كده فهمت في سؤال تاني فرس اليمين أو الكلام دوا ايه أو لو هي بعتت يعني هي كنت تولي بعتت وحنا ما كنلاش نعرف مشاكل حاضر خلاص اسمعي اسمعي الإجابة خلاص شكرا شكرا يأمل شكرا يأمل أنا حجوبك حاليا السؤال بتاع مدام شيرين ربنا يرضى عنك ويبركلك بنتك تقدم لها واحد وعند العقد البنت حبته وأنا لسه قيل من شوية مراية الحب عامية أنت بتسأليني رأي الشخصي في الموضوع داي بما يرضي لها أقولك رأي الشخصي في الموضوع داي حتجيب بنتك وتحفظيها كده يا بنتي ما فيش أولاد الراجل دا لا ينجب الراجل دا عنده مانع من الخلفة يعني هتتجوزي هتقعودي سنة اتنين عشر عشرين ما فيش أولاد هتقولك مش عايزة ردي عليه وقولي لها انت يا بنتي بتقولي دا دلوقتي لأنه سيف الحب شدك واخدك مننا مخلي المسألة معاك شديدة لكن بعد الزواج يا بنتي الدنيا هتختلف اسمعي نصيحتي أنا بقى يا بنتي بعد ما هتتجوزي هيتحرك جواكي شعور بإنك نفسك تخلي فيه إذا كنت يا بنتي هتصبري على إنك ما عندكيش أولاد وهتعيش من غير أولاد أنت حرة هننصحك ونقولك هيبقى فيه صعوبة وصعوبة بالغة وهيبقى فيه مرار في حياتك هتستحملي أنت حرة كملي والحد الآخر وانت حرة وانت اللي جنيتي على نفسك وانت اللي قررتي مش هتستحملي يبقى خديها من أصيرها يا بنتي وعقابك لنفسك النهاردة بإنك حبيتي ولا تلطيش أحسن ما تضرب نفسك بالجسم بعد كده إن كنت اللي حطيت نفسك في المأزق ده ودخلت نفسك في الباب ده فاحنا بنقولك الموضوع الورقتين قدامك دي قدامك ودي قدامك نصيحتي أنا هتكون مبنية حسب شخصية البنت وخدرتها على التحمل من عدمها لأن الحرمان من الأولاد ليس بالأمر السهل يا بنت الناس ليس بالأمر السهل أمر صعب جدا ممكن الراجل ده أنا لا أعيب فيه أبدا أبدا بأي حال بس هو ممكن يتزوج حد مناسب له ممكن يتزوج واحدة لا تنجب ممكن يتزوج واحدة قد تزوجت وطلقت وعندها أولاد ومش عايزة يعني في حلول لكن انت رجع نفسك تاني في الموضوع دي بنتي وانت حرة قرارك انت هتغديه بس انت هتتحمل نتيجة القرار بتاعك وأنا مش بميل قوي لقرارك اللي انت وغدا يا بنتي يعني أنا بميل لقرار أمك وولدك في المسألة انت هتصري انت اللي هتبقي خدت قراره وانت هتحمل نتيجة قرارك انت الوحدي بص يا أمل زوج أختك قال لها تحرمي علي زي أمي وأختي لو أهلك بعتولك فلوس الأهل بقى لو بعت فلوس هنقول للراجل الطيب ده يا عم الزوج ده اسمه يا منظهار ويترتب عليه يا عم الزوج انك قبل ما تشوف شعرايا وتلمس دوفر من مراتك تعمل الآتي يا ابن الناس الطيبين يتصوم شهرين متتابعين يتطعم ستين مسكين يا ابن الناس ماشي اطعم مسكين المسكين الوجبة باثنشر جنيه ونص تضرب اثنشر جنيه ونص في ستين مسكين يا ابن الناس علشان تكفر اليمين اللي انت وقعت نفسك فيه لكن لو انت كنت قلت لها تحرمي علي بس من غير زي أم وأختي أي واحد يقول لي مرات تحرمي عليها اقول له انت كنت تقصد يقول له ما كنتش أقصد حاجة اقول له ما تحسبش حاجة خالص يقول له كنت تقصد زهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم دي مش أمك يا ابن الناس دي زوكتك تحرف عليها بالظهار إزاي لو كان يقصد ظهار يقع ظهار لو كان يقصد طلاق يقع طلاق لو ما يقصدش لا ظهار ولا طلاق لا يحسب لدى ولا دى طيح هو في اليمين اللي معايا بقى أضى المسألة خالص يا أمل قضى فيها خالص قال إيه ألتحرمي عليها زي أمي وأختي دي من ظهار حتى لو جيه يقول لي الصلاة هكدش أقصد هقول له يا حبيب ما أنت خلاص قلتها زي أمي وأختي إلا بالمناسبة الجماعة بقى اللي بيقولوا إن الطلاق الشفوي لا يقع أخبرهم إيه مع الظهار برضو لا يقع طيب لو قالوا لا يقع يبقوا هم كذبوا القرآن ولو قالوا يقع طيب هو فيه أسيمة بنكتب فيها كده أسيمة الظهر الشيء بالشيء يذكر بس أسماء بعتة بتقول على الصفحة سلام عليكم أهل بنيين مصلية مسجد صغير كده جنب بيتنا ووالد موظف فيها مؤذن بس هو مش بيؤذن فيها هل عليه ذنب علما بأنها في مكان زبع ما فيهوش ناس ساكنة كتير لا طبعا حرام مؤذن باخد مرتب لازم أروح أعمل شغلي ما بيأذنش حرام علي حرام علي لازم أعمل الشغل اللي علي بالظبط علشان أخد فيه المقابل يبقى حلال أميرة جزاكم الله خيرا وفضلا وودي عنكم ممكن تعرفنا كيفية سجد التلوى أثناء الصلاة أنا هاقرأه وأنا بصال لي مسل قرأت الفتحة وبعدين قرأت السورة السورة اللي أنا بقرأها فيها موطن سجود آجي عندي موطن السجود أروح نازك والله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويجوز وأنا في السجود أقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله تعالى وقوته اللهم احطط عني بها وكتب لي بها أجر واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام الله أكبر وقف وكمل قراءة وأركع وبعدين أكمل صلاة عادي هل تجوز الصلاة على آل بيت سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا طبعا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسيدنا النبي ما سألنا أبدا أجرا إلا المودة في القربة أحيانا نقول منك لله سؤال تاني بقى بتقول أحيانا نقول منك لله فلان البعض بيغضب من هذا القول ويفهم أنك تدعو عليه بس إحنا بنقولها يعني ربنا مش غافل عنك يالي ظلمني مثلا ولا إيه رأي حضرتك أصل الكلمة دي ما بتتقلشي إلا في وقت الغضب والزعل والدعاء على أي حد يا أميرة فعلشان كده نستبدل الكلمة دي بإننا نقول لأي حد ظلمنا يا أخي أنت ظلمتنا حرام عليك خاف من ربنا بلاش تعمل كده وربنا يصلح ما بيننا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يصلح حالنا وحالكم حلقة اليوم انتهت حاولت فيها على قدر استطاعتي أن أجيب على كيف نتعامل مع الزوجة العصبية وبما أننا نتكلم في هذه المسألة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة والطمأنينة على بيوتنا وأن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا ثنوبنا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حلقة اليوم انتهت ألقاكم في حلقاتنا القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله